تظهر الآلاف من الجزائريين في مدن عدة على رأسها العاصمة الجزائرية الجزائر متحدين بذلك قراراً رسمياً يقضي بمنع التجمعات لأسباب تتعلق بمواجهة جائحة فيروس كورونا وردد المشاركون في المسيرات شعارات تطالب بالتغيير الجذري للنظام بالإضافة إلى بناء الدولة المدنية ومحاربة الفساد وإرساء أسس الإصلاح الشامل وتعد هذه المظاهرات الثانية من نوعها هذا العام بعد مظاهرات خرجت يوم الاثنين الماضي بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الحراك الشعبي ومن منطقة البلدة في الجزائر ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالقادر السويفي أهلاً بك دكتور عبدالقادر على نشرة أخبار المملكة شعارات ترفع بالتغيير الجذري للنظام بناء الدولة المدنية والعديد ومحاربة الفساد أيضاً ما الذي تختلف في هذه المظاهرات عن المظاهرات السابقة التي أطاحت بالرئيس السابق؟ شكراً على الاستضافة أولاً أهلاً بك ثانياً في الحقيقة في الحقيقة المظاهرات التي خرجت بالمناسبة الثانية للحراك تجمع كل الجزائرين ولا يوجد من يمثل ربما الشعر الجزائر حتى أن بعض الشعارات التي رفعت هنا وهناك لا تمثل كل الحراك لكن دعيني أقول أن الحكومة الحالية الموجودة هي ليست متؤولة على التراكمات التي تركها النظام السابق لأن المأزق الذي وطننا إليه هو سبب تراكمات سياسية ويسبب تسهير بالفساد أو سبب جزائر إلى هذا الحد وربما أنا أقدر أن وجود الحراك يعني صحة جيدة بالنسبة خاصة للسيد رئيس الجمهوري الذي التزم أمام الشعر الجزائري بأنه سيحقق هذه النقلة الجديدة والتسهير ومحاربة كل الفاسدين ولعل لا أهم شيء أن الكثير من أوجه الفساد الآن أمامها المحاكم ولا زالت هناك متابعات قضائية ومتواصلة هذا يعني أن ما وصلنا إليه من الفساد هو شيء كبير وربما أنا أقدر أن خروج الشعب الجزائري كله يقدر هو أكثر سيد عبد القادر قلت بأن هذه الحالة صحية هو الخروج بالمظاهرات وأن ما يحدث هو نتيجة تراكمات عن الحكومات السابقة أو عن الرئاسة السابقة ولا ذنب للحكومة الحالية بما يجري برأيك لماذا لم يصبر الشعب الجزائري إلى أعطاء الحكومة الحالية والرئاسة الحالية الفرصة هناك من يتهم بأن هناك أيدي خارجية في الخارج هي من تقوم بإشعال هذه المظاهرات في الجزائر هل تتفق مع هذا الطرح؟ دائما أقول أن ربما خروج الشعب الجزائري وربما هناك بعض القنوات التي تحفل صورا بمناطق موحية أو تركز على بعض الجماعير فهذه الجماعير لا تمثل كل الناس المنزوجين داخل الحراك وإذا تحدثنا عبما عن الآيات الخارجية هذا يعلمه لا موقع نحن نعرف أن هناك الكثير من التنظيمات المدربة التي تنظر داخل الحراك والتي تحاول أن تغير مصاره المشكلة الآن التي عندنا في الجزائر كان مرتبط بإلغاء العودة الخامسة والآن مرتبط بالتضحيحات خاصة الأبعاد الاجتماعية والأبعاد السياسية والاقتصادية ولا يمكن الآن البسربة مغاشرة لأن حتى هذه الحكومة الآن هي الأربع ما ماتفها حوالي ثلاث أشهر لأن الحكومة الحقيقية والعمل الحقيقي سينبتقون الخيارات الشعب عندما ينتخل البرلمان الذي ستنبتقونه الحكومة الفعلية التي تمثل الشعب هنا يمكن عديد عن تطمر للموض الجائز بنسبة الجزائر لكن التنفيذ الحكومة بالنسبة الجزائري في ثنائية تجمع ما بين الدين الإنسانية دكتور عبدالقادر هناك تعديلات في الطاقم الحكومي كما تعلم وأيضا وعود بالذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة برأيك هل هذا هو الحل وهل ستحقق طموح الشعب الجزائري سيدك دعيني أقول أنه ربما حل البرلمان هو مطلب من مطالب الشعب الجزائري الذهاب إلى انتخابات مسبقة هي أيضا مطلب من مطالب الشعب الجزائري التعديل الحكومي جاء بناء على ربما تنائية جمعة ما بين اللغض الشابي حول بعض المؤسسات أو بعض الوزارات الذين لم يؤدوا واجبهم وكذلك كانت زمنها مع موقف الرئيس الجزائرين السيد عبد الماجد تبدون من هذا العمل وبالتالي نحن نريد الذهاب إلى بر الأمان والمنطلق نحن لا نتحدث عن حكومة التي تتقوم أو نتحدث عن أننا غيرنا الدستور أننا وصلنا ما هذه إلا مرحلة ربما تتمهد إلى البس في المرحلة الأعمق والأكبر والأعمق التي تأتي بعد البرمان الجديد والحكومة الجديدة التي تنضبط من شلاله إلى فتح ورشة عهيقة أولا لما يخص كل القوانين التي تعلقت بالمنافق الإقليمية أي بالبلدية والولايات قانون الصفاتات قانون التجارة كل القوانين المشحفة الكثير منها بوضها حسب ما قاد بعض الأتملقين بعض الفاتدين الذين استولوا على هذا المناطب أو المناطب في الثولة وتمت البنائية المحسوبية أكثر تأثيرا كبيرا ولعل ربما أقول أنه الآن الرئيس الجمهورية يجاهد في هذا الآن أمام كل هذا التحنة ربما اجتبحان والاستمرار الرموز ربما أو استمرار بعض الفاتدين إذا كان قد قطع رأس الفساد فلدال ربما على مستوى مؤسسات دولة بعض الفاتدين الذين يعاكلون هذا التحول نعم طيب دكتور عبدالقادر الحكومة والرئاسة الحالية جاءت على وقع احتجاجات وأيضا على وقع ثورة سابقة يعني أنت برأيك ما هي الأوراق فعلا التي تملكها اليوم الحكومة بيدها الخروج من هذا المأزق وفي حال خاصة هناك تخوفات أن تستمر هذه الاحتجاجات وما هي السيناريوات المتوقعة في حال استمرت هذه الاحتجاجات يجب أن يفرق ما بين الاحتجاجات المواطنين العادلة والصادقة والتي لها ربما دلالة وحتى الحكومة تعلم ورئيس الجمهوري يعني أن هذه الاحتجاجات نابعة من مشاكل يحانيها المواطن سواء كانت الاجتماعية أو الاقتصادية خاصة في تزامنها مع الأزمة الاقتصادية العالمية أو وجائحة الكورونا لكن بالحديث هل يمكن للحكومة أنها تحقق مطالب الشعبين ليلة وضوحة لا يمكن بأي دولة كانت في العالم أن تحقق هذا التحول لأن طبيعة التحولات أو بناء استراتيجية واضحة لما أهلم تبنى على مدى زمني محيئا عن الأقل قصيرة أو متوسطة وبحيث مدى ونحن لا نبحث عن الحلول الثانية التي ربما الترقيعية بل نبحث عن الحلول الجادرية التي تضمن ربما العيش الكريم للمواطن لكن تضمن حق الأجيال القادمة ولا يمكن أن نتصور أن رئيس الجمهورية بمقداره من خلال تغيير قواهين سيغير كل شيء لأن الهدف هو ربما ثورة في تغيير العقول في تغيير الممارسات في تغيير ربما الكثير من الأشياء عبد الحميد ابن الخلدون في حديث عن الفساد قال إذا أولى عن الفساد أولى مظاهر محاربته تطلق من محاربة الفوضى والفوضى التي استعمت ربما هذه منها العكرة مكنت الكثير من الفاسدين أنهم ينهعون أولا أن يتحول تبحث عن الجزائر بالإضافة إلى أجندات أجنبية لها الكثير من المطالح الجزائر تنزف خيرات الجزائر وذاتريد الخير ومع الأسف هناك أذرح انتداد تحاول أن تمنع أي تغيير بالتشريك بالتأمين وربما تحاول اختراق أيضا الحراك وتغييره من مطاره فهناك من يتحدث عن مآبات إيديولوجية لكن دكتور عبد القادر ألا تعتقد بأن ذلك أيضا يتطلب حالة من الوعي الشعبي لمواجهة هذه التحديات أيضا وليدر خارجية مثلا صحيح يعني المرهنة على وعي المواطن أيضا لأجل حماية أمن استقرار البلاد صحيح سيدتي أنا أقول أنه الإنسان الصادق في ربما تحويل الأنباء أو الحديث أن ما يحدث في الشعر إذا تحدث بصدق فيرى أن من خرج إلى الشعر ليس كله كان يطالق بالشعارات التي ظهرت ربما في التليفزيون العالمي أو في بعض المواقع الإلكترونية لأنها تحضم مطالح معينة وموجها لكن المطالب الحقيقية للمواطن الجزائري هي مطالب مبنية على نورج يعني أقول أنه وصل المواطن الجزائري إلى نورج الذي يجعل يفرق مبينة المطالبات اليومية نحن نحن نتحدث عن هذه الاحتجاجات لكن هناك بعض الاحتجاجات في سائر أيام السنة أيها يخرج بعض المواطنين يعبرون احتجاجات نحلية وهذا الشيء من طريقه الكبريات الديمقراطية تقبل هذا الشيء بل تتساعل معه لأنه المواطن هو قوة اقتراح هو قوة مراقبة هو قوة متالعة هو قوة مراسقة هو ربما البذيء الحقيقي أو الصورة العكسية لصانع القرار الذي يبني قراره فيه نحن على نوج المواطن وليس على رأي محمسنا نعم شكرا لك الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور عبد القادر السوفي من الجزائر شكرا لك شكرا لك